السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيموا الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنزلتهم أم لم تنظرهم أم لم تنظرهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى زمعهم وعلى أبصارهم جشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا باللهي وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الصفهاء ألا إنهم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق العدوى الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أعدادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في رئيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كبروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مسلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاصحين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقدعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك هم القاسدون كيف تكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوىهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء أولئهم كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباه استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخذوا ما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعدكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فما تبع هدايا فلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين قبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرابون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاء ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتغاثكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إنه إنه ذلكم غير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاحبة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاحبة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم